حديث يدور منذ فترة عن دور أكبر لحلف الناتو في العراق عقب الهجمات المتكررة التي تشنها الميليشيات الموالية لإيران في العراق والتي تستهدف القواعد الأمريكية خاصة وقوات التحالف بشكل عام معهد واشنطن للدراسات وفي تقرير له بهذا الخصوص أشار إلى أن هذا الدور الأكبر المفترض لحلف الناتو سيكون استراتيجية ناجحة لحل ما وصفها بالمعادلة العراقية الصعبة بين خفض الوجود الأمريكي في البلاد وحصر سلاح الميليشيات بيد الدولة حيث أن هناك توافقا بين دول حلف الناتو على إرسال 220 مستشارا عسكريا إلى العراق من أجل ما قيل عنه التعاون مع الجيش والقوات الجوية والبحرية والقوات الأخرى وتطلق التقرير أيضا إلى حاجة العراق الملحة إلى معالجة القصور في أداء الوزارات الأمنية وبقية مؤسسات الدولة التي أضعفها الفساد والتغلغ للحزبي وعدم كفاية التدريب والتنظيم وكذلك تضاول الموارد المالية والزواجية الأدوار والمهام لمختلف وكالات الاستخبارات وقوات الأمن إضافة إلى غياب القدرة الاحتياطية الوطنية وبناء على هذه المعطيات ووفق ما جاء في التقرير فإن حدود هذا الدور ستصل إلى أبعد من ذلك فهو لن يقتصر على وزارة الدفاع الحالية إنما سيشمل أيضا وزارتي الداخلية والعدل خلال العامين المقبلين هتان الوزارتان اللتان تورطتان في انتهاكات كبيرة لحقوق الإنسان في السجون التابعة لهما حيث يتعرض المعتقلون في هذه السجون لأشد أنواع التعذيب ويخضعون لمحاكمات غير عادلة تصل في أحيان كثيرة للحكم بالإعدام لأسباب طائفية وسياسية بحسب ما تؤكده منظمات حقوقية دولية قد يرى ما يراه محد واشنطن للدراسات بشأن الدور الذي يمكن أن يلعبه حلف الناتو في العراق وبالأخص بما يتعلق بحصر سلاح الميليشيات بياد الدولة ولكن ما يدور على الأرض في العراق من تحكم هذه الميليشيات المدعومة من إيران وهيمنتها على مؤسسات الدولة يوحي بعكس ذلك تماما